أنا دوري في أغداد الواليدة الحمد لله لقى نجاح رائع كيف كي سمعوه الناس وكيف كيتلقوا بيه الناس وفرحانين يعني هذا هدو من الحويس جات لي كان فتخر بيهم وكان فرح أنني كالعبد ويرات اللي تيه فتخروا بيهم وتيحتزوا بيهم من مغاربة لأن من للمنانا هذيك الأم الصارمة الكلتوم الأم اللي تتربيه ولادها بواحد الحب رغم أن صعوبات الزمان وموقع في الحياة بالنسبة لوليداتها كتكافح معهم رغم ذلك أنه برضا وبالترابي ديالها غادي رجعوا لوليداتها فعلا الأحسن والأحسن والأحسن وكيف كنشوفوا أنه معتصادة رائع المسلسل وهذا بالمجهود الفنانين كاملين اللي متلوا فيه وعلى رأسهم المخرجة زكية طهيري اللي دارت هاد المجهود الكبير وزلات هاد الممتلين الرزوينين الحلوين اللي اعطوا هاد الفرجة الرائعة اللي الناس كانوا كينتظروها مني جات جات بواحد الفخر بواحد الحب بواحد عطاتوا واحد الرونق أن الناس بزفده وكينتابهوا الأولى وكيشوفوا العمل وأن الحمد لله أنا فخورة بيعلاش لأنني أنا متن متن تفرش وكينعطي رأيي إلا برأيي الجمهور لأنني أنا كنخلي الجمهور يتفرج وكان سمع الآراء تمتن عرف أشنو أشنو الحجم والمستوى دي هادك المسلسل أو للفيلم اللي درت مي الحمد لله كل اتنين فيش مكيمر كالتليفونات ما تتحبسوش والناس بكي عيطوتي وفرحانين وكيسولو وكلهم تيعتوا آراءهم وكل واحد كيبدا يعني تيلمون أن نعجبهم بغاوا يوصلوا أنهم يعرفوا يعرفوا النهاية كل واحد يقولوا يا واش هادي ولي هادي كنخليهم كنخليهم واتكملوا باش تعرفوا عشنو كين يعني أنا فخورة بيه وكنتمنى أني ينال إعجاب لكل رغم أني هنا الإعجاب لكل يعني تلعب أنواع الأمهات المغربيات كل واحدة وشخصيتها كل واحدة وطريقتها باش كتتتتتربي أولادها كيف قلت لكم في الألمنانا كانت ديك الأم القوية الصاري ما الخوف ديالها خلها قوية أنها تحكم وتدير السلطة على أبناء تتربيهم باش ميخرجوش الشي موجتمع اللي ما ما يعرفوش ليه وكلتوم العكس ديال يعني كلتوم هديك الأم اللي قوية في الضحف ديالها القوة ديالها كتتعطي فترابيها كتتربي قرات خدمات دمرات عليهم فهمتي باش تقرر الولد والبنت وباش توصلهم من واحد المستوى هو ماشي خوف من للا ماما هداك حيث كتتحتارمها لأنه نخدم عند عائلة كبيرة هي الخياطة الخصوصية ديال هديك ديال هديك السيدة يعني كيل احترام ماشي خوف الخوف ما نقدرش نشرحولك لأنك سكيت تفرج وتكملي جاء الخوف من بعد لأنه كينين أسرار اللي خصوهم يبانو اللي هي اللي خايفة منهم كيف كيشوفوا شافوا الناس في هذه الحلقات اللي دازوا أن الولد ديالي وصل أن نخدم عندهم في الشركة هذا هو الخوف اللي كان أما هي ما كتخافش منها كين نحترام كيل التربية ديالها اللي خلاتها كيف ربت بها أولادها أنهم مربيين أنهم رغم أن ولدها الناس شافوه بواحد شكل وعود شافوه شكل آخر أنه كيبان خبيت بالعكس غادي غيرت بان هذا الخبز من المجتمع كيفاش كيفاش أنه قرأ حاول يخدم حاول يدمر حاول يدير مشروع حاول دار جميع المحوالات ولكن بدعف بدعف الإمكانيات دياله هذا اضطر أنه يلتاج لهذه الطريقة غادي التعالج من بعد وغيكون إن شاء الله غيكون الخير هنا في الشتماة أرضاة الوليدة وهذا فخر لي أننا نكون أرضا 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 على الأولادي إن شاء الله تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا شكرا وابوني في لاشين يوتيوب